اشتركوا في القناة لكن قبل أن نبدأ مادة الدراسة الأول والتعليق عليها نرفع أيدينا نبتهل إلى الله سبحانه وتعالى أن ينصر إخواننا المستضعفين في غزة اللهم نصرهم وهي الله من أمرهم رشدة اللهم عليك باليهود المجرمين اللهم نصرنا على القوم الكافرين آمين آمين يا رب العالمين مادة التربية الإسلامية الفصل الدراسة الأول لجيل 2007 هي مادة الطبعة الثانية بعد جيل 2006 طبعاً ممكن تكون الطبعة الثانية والأخيرة مادة مش صعبة أخذنا فيها امتحان قبل فترة قريبة امتحان الوزاري وكانت أسئلتهم مباشرة وسهلة وهينا ولينا الفصل الأول يتكون من أربع وحدات الفصل الدراسة الأول لجيل 2007 يتكون من أربع وحدات كل وحدة فيها أربع دروس المجموعة 16 درس والفصل الثاني أيضاً أربع وحدات كل وحدة أربع دروس 16 درس مجموعة الفصلين 32 درس الوحدة الأولى اللي رح نبلش فيها اليوم تكون من أربع دروس أول درس عبارة عن آيات من صورة البقرة خواتيم صورة البقرة لله ما في السماوات وما في الأرض نشرحها نبين شو مطلوب منها الدرس الثاني رح يكون عن مكانة السنة النبوية وعلاقتها بالقرآن الكريم بعض أحاديث النبي مؤكدة لآيات القرآن وبعضها مفصلة لآيات القرآن وبعضها رح تكون تأتي بأحكام جديدة العلاقة ما بين السنة والقرآن الكريم ثم درس عن اليوم الآخر أحداث وأثار الإيمان به وآخر شيء مراعاة المصالح الوحدة الثالثة والثالثة والرابعة لو كتيها منش راح شوفيها طريقة الشرح رح يكون شرح مثل فقرات الكتاب فقرة فقرة تعليق كيف ممكن يجي عليها سؤال رح ندمج أسئلة الثانوية العامة جيل 2006 اللي هو ورقة 2024 دخلناها ضمن الشرح وكيف طبيعة السؤال يجي رح نركز على أسئلة الكتاب وأسئلة الكتاب مهمة كثير لأنه لوضع المنهاج هو يعني أدرى في خفاياه فوضع أسئلة في نهاية كل درس لمركز على بعض المواد بعض الفقرات وليكون تغذية راجعة وتفهيم للطالب عن مادة الكتاب مادتنا سهلة كثير مادة ثقافية يعني اللي عنده ثقافة إسلامية رح يكون جانب المعرفة فيها كثير والمعلومات السابقة استذكار نعتمد على الطالب في حفظ بعض الآيات عندنا آيتين الفصل الأول مقطعين وآيتين الفصل الثاني آيات سورة البقرة وآيات سورة الأعراف الفصل الأول والفصل الثاني عندنا برضو آيتين مقطعين من سورة النحل وصورة الفرقان عندي حدثين الفصل الأول وحديثين الفصل الثاني يعني مجموعة ما بتحفظ طول السنة أربع مقاطع قرآن وأربع حديث نبوية طبعاً لا حديث مع راوي الحديث والآيات القرآنية مع معاني الكلمات في مجهود من الطالب طبعاً في مجهود من الطالب لازم الطالب يقرأ وخلص أول بول المادة وزنها في العلامة مش سهلة بتاخذ مئتين علامة ومادة مشتركة لكل الفروع مادة التربية الإسلامية لجميع فروع الثانوية العامة فهي مادة إذن مهمة وبتأثر على المعدل مئتين علامة مثلها مثل الفيزياء ومثل الإنجليزي ومثل تاريخ الأردن سهل إنك أنت تحصل للمئتين علامة سهل جداً وهذا إن شاء الله بفضل الله أولاً ثم بمجهودة ومتابعتك معنا بإذن الله سبحانه وتعالى خلينا نبلش في الدرس الأول مادة آيات صورة البقرة 284 ل286 هو الدرس الأول طبعاً نحن نقسمي ذك إياها الوحدة الأولى أجت بعنوان لا يكلف الله نفساً إلا وسعها وهي جزء من آيات صورة البقرة المطلوبة معنا حفظ في الدرس الأول الوحدة الأولى تتكون من أربع دروس آيات صورة البقرة 284 ل286 مكانة السنة النبوية في التشريع الإسلامي اليوم الآخر أحداثه وأثر الإيمان به وآخر شيء مراعاة المصالح في الشريعة الإسلامية وهذا اللي بشرح فيه هي دوسية جاهزة وإن شاء الله الأيام هذه راح تكون موجودة في المكتبات تحب تطلبها؟ بسير؟ بتحب تتابع معاي الشرح؟ بسير اتابع من كتابك؟ بسير اتابع معاي إذا حابب أسئلة أجوبة أنا إن شاء الله جاهز بهمنا تفهم مادتك وتنطلق لامتحانك وتحصل متين من متين وإن شاء الله ربنا بوفقك قل أن نبدأ مع الدرس الأول آيات صورة البقرة 284 ل286 لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه ويحاسبكم به الله فيغفروا لمن يشاء ويعذبوا من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا وغفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تأخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعفو عنا واخفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين وهذه أتوقع من الآيات بتتكرر أحيانا في المساجد فالطالب اللي بيصلي الجماعة رح يكون بالنسبة له سهلة آيات تتكرر على الأصماع كثير يعني إن شاء الله عند طلابنا أمورها سهلة بس بدياك عزيز الطالب انتبه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وسعها مش وسعها وسعها ممكن سنة من سنين المنهج القديم جابوا لنا سؤال عن حركات لكلمات في حديث شريف إياكم ومحقرات الأمور أو محقرات الذنوب أو محقرات الذنوب فكانوا طلاب بيش بركزين على القافية فتحة ولا كسرة أجل سؤال هذه المرة الوحيدة اللي أجل فأحدى حتى نستثني هذا الخطأ انتبه إلا وسعها ضم الواو وسكون السين وفتحة لهم وسعها مش وسعها معاني الكلمات اللي في اللون أحمر غفرانك ربنا وإليك المصير المصير الرجوع المصير الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ما تقدر عليه ربنا لا تآخذنا يعني لا تعاقبنا وهذه من أسرة الكتاب معنى الكلمات الآتية ربنا ولا تحمل علينا إصرا أيضا من أسرة الكتاب واختيار متعدد الإصر هو الأمر الثقيل الذي فيه مشقة أنت مولانا مولانا يعني ناصرنا معيننا مقوينة كل هذا معاني صحيح ما رح يجب لك ما معنى الكلمات الآتية رح يقول لك معنى كلمة مولانا الواردة في الآيات الكريمة هي بيحط لك أربع خيرات ومنها ناصرنا أو معيننا قبل ما نبدأ بالشرح نحن القراءة للبداية لأنه أبرك شيء نقرأ آيات القرآن ومعاني الكلمات فيه مقدمة دائما في كل درس كل درس فيه مقدمة وكأنها مدخل للعنوان اللي رح تدخل فيه له علاقة فيه بطريقة أو بأخرى رح تكون معلومة عامة بالعادة ما بيركزوا عليه في التوجيه لكن إحنا أي شيء مطلوب في الشرح لازم نشرحه ولازم نركز عليه في التوجيه ما بنعرف أحيانا بيركزه على كلمة في الهامش أحيانا بيركزه على معنى كلمة أحيانا بيركزه على عنوان كله مطلوب بعض القضايا في الدروس فيها عمل للطالب أبينه أستنتجه أربطه أبدي رأيك عفوا هذه الأمور كلها اللي فيها نقاط وفيها عمل للطالب هذه تعمل فيه كتاب المدرسي في المدرسة لكن كثنوية عامة مش مطلوب هي فقط لتوصيل المعلومة بفكرة أو فقرة معينة في التوجيه وهذا كلام نقلا عن سمرة أبو يحيا هي منسقة مادة التأليف التنوية الإسلامية في الوزارة قالت هذا كله مش مطلوب وإحنا بنقول للطالب نقلا عنها هذا كله مش مطلوب الشيء المطلوب هو داخل الشرح اللي ما فيه نقاط ما فيه عمل للطالب بداية الدرس مدخل قلنا يتصف الله سبحانه وتعالى بالعظمة بين مظاهر عظمة الله سبحانه وتعالى مظاهر عظمة الله سبحانه وتعالى لأنه الآية تتكلم عن عظمة الله وعن سعة علم وملك الله سبحانه وتعالى مظاهر عظمته يقول سعة ملكه وشمول قدرته لأنه يعلم ما يظهره الناس وما يبطنونه وسوف يحسبه مع الأماله وهذه كله مدخل حتى لأنه ستكون في تفاصيل الآيات هذه الآيات جزء من صورة البقرة وهذا السؤال راح يتكرر معنا في الأربع آيات في صورة البقرة وصورة الأعراف وصورة الفرقان وفي صورة النحل عرف بالصورة وسبب تسميتها البقرة سبب تسميتها الأعراف وسبب تسميتها اللهم صلى الله عليه وسلم الفرقان وسبب تسميتها وصورة النحل وسبب تسميتها إذن عندي أربع آيات من أربع صور مهمة تعريف بالصورة هل هي مكية أو المدنية عدد آياتها وسبب تسميتها إذن أربع صور صورتين في الفصل الأول وصورتين في الفصل الثاني الفصل الأول راح يكون عندي صورة البقرة وصورة الأعراف تعريف فيها هل هي مكية أو المدنية عدد آياتها وسبب تسميتها في هذا الاسم صورة البقرة صورة مدنية عدد آياتها 286 سبب تسميتها لورود قصة البقرة فيها وردت فيها قصة قصة البقرة إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة إلى آخر الآيات لوجود هذه القصة فيها سميت هذه الصورة بصورة البقرة طبعا هي قصة إعجاز كيف أن الله يحيي الأنفس بعد موتها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته فهي إعجاز لإحياء النفس بعد الموت معجزة إظهار قدرة الله سبحانه وتعالى وعند عدة قصص بصورة البقرة تتكلم عن إعجاز الله يعني راح تلاقي قصة وإذ قال إبراهيم وربي أرني كيف تحيي الموتى راح تشوف قصة الرجل الصالح عزير أو كالذي مر على قرية وهي خاوتنا على عروشها كلها تتكلم عن إحياء بعد الموت من ضمنها قصة البقرة الذي سميت صورة البقرة بها إذن تعريفة هي صورة مدنية طبعا نعرف مدنية انزلت قبلها بعد الهجرة النبي إلى المدينة تسمى صورة مدنية عدد آياتها 286 سميت بذلك لورود قصة بقرة من إسرائيل فيها وهي من السبع الطوال من أطول الصورة بالعكس هي أطول صورة في القرآن عدد صفحات وعدد آيات طبعا ما هي الصورة الطوال؟ وهذا أجلنا سؤال من أسلط الكتاب واحد من التالية ليست من الصورة من الطوال الطوال ترتيبا بعد الفاتحة البقرة أهل عمران النساء المائدة الأنعام الأعراف وصورة يونس طيب الأنفال والتوبة لا صورة يونس الطبعة القديمة كانت التوبة وقية إلى يونس يعني كان فيه تخيير قموة خلي معلومتنا منضبط على شيء معين قيلة ممكن قيلة لكن أنا بهمني الآن تعرف هذولة سبع بقرة آل عمران النساء المائدة الأنعام الأعراف وصورة سيدنيا نونس واحدة بالتالي ليست من الطوال جابوا لنا ثلاثة من هذول ووحهم صورة الرعد الرعد ليست من الطوال ليست من الصور الطوال قرينا الآيات مطلوب فهم حفظ الآيات مطلوب حفظ معاني الكلمات نلاقي أن الآيات الكريمة بتتكون من ثلاث آيات لله ما في السماوات وما في الأرض بعد أن آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون والآية ثلاثة تبدأ لا يكلف الله نفسها إلا وسعها إذن ثلاث آيات المطلوب حفظ فيها ثلاث مواضيع وكل موضوع بتفرع لمواضيع فرعية إذن لو أخذنا خريطة التنظيمية للآيات موضوع الآيات الكريمة راح نلاقي الآية 284 لله ما في السماوات وما في الأرض تتكلم عن عظمة الله سبحانه وتعالى الآية البعديها آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلنا آمن تتكلم عن الإيمان من حقاق الإيمان الآية الأخيرة لا يكلف الله نفسا إلا وسعها من مبادئ الشريعة الإسلامية وهذه قررتها أن أول شيء لا يكلف الله نفسا إلا وسعها إذن الآيات تتكلم من ثلاثة آيات كل آية موضوع إذن فيها ثلاث مواضيع عظمة الله من حقاق الإيمان ومن مبادئ الشريعة يعني لو أجال سؤال واحدة من الآتية ليست من موضوعات آيات صوت البقرة 284 إلى 286 عظمة الله من حقاق الإيمان من مبادئ الشريعة وأحكام الأسرة طبعا أحكام الأسرة ليست من هذه الآيات خليك بالك موضوعات صوت البقرة ثلاثة ممكن يجينا سؤال واحدة من التالية ليست من مواضيع صوت البقرة ممكن يجينا سؤال واحدة من التالية من مواضيع صوت البقرة واحد عظمة الله اثنين قانون الأحوال الشخصية ثلاثة الزواج والطلاق أربعة أحكام الأطعمة طبعا الآيات الأخيرة ما فيها هذول الثلاث فيها أول عنوان اللي هو عظمة الله سبحانه وتعالى ما هو فضل آيات صوت البقرة أو خواتيم صوت البقرة وهي آخر آيات قوله صلى الله عليه وسلم من قرأ بالآيتين من خواتيم سورة البقرة كفتاه كفتاه يعني حفظتاه تحفظه من كل مكروه أيضا النبي يقول عليه الصلاة والسلام أعطيت خواتيم سورة البقرة من كنز تحت العرش ولم يعطهن نبي قبلي طب ممكن يقول لي هذا مطلوب لا يا صديقي هذا مش مطلوب الآيات والأحاديث اللي في الشرح ليست مطلوب مطلوب دلالتها على ماذا تدري إذن هذا لو جاب لكها في امتحان من قرأ بالآيتين خواتيم سورة البقرة تدل على فضل قراءة صورة البقرة آل عمران النساء المائدة طبعا سورة البقرة إذن هذه فضل خواتيم أو نهايات صورة البقرة هذول الحديثين الشريفين نجعل العنوان الأول له آية 284 لله ما في السماوات وما في الأرض وهذه تبين عظمة الله سبحانه وتعالى هذه الآية الأولى 84 أشارت الآية 84 إذا عظمت الله وهذه أشارت إلى أربعة أمور تبين عظمة الله سبحانه وتعالى لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدو ما في أنفسك وما وتخوي حسوه منها فيغفر لمن يشاء ويعذي من يشاء والله على كل شيء قادر قسمناها لأربعة مواضيع فرعية لله ما في السماوات وما في الأرض وهذه المواضيع فرعية تبين عظمة الله سبحانه وتعالى إذن الآية كلها لله ما في السماوات وما في الأرض تبين عظمة الله تفاصيلها هي التي تبين عظمة الله واحد أول شيء من مظاهر عظمة الله سعة ملك الله لله ما في السماوات وما في الأرض كل ما يدخل في السماوات والأرض ظاهرا وباطلا صغيرا وكبيرا حيا ميتا واعيا غير واعي جماد إنسان كل تحت ملك الله سبحانه وتعالى إذن أول شيء سعة ملك الله سبحانه وتعالى هذه تبين عظمة الله بسعة ملكه بقوله تعالى لله ما في السماوات وما في الأرض إذن من مظاهر عظمة الله سبحانه وتعالى الذي تدل عليه قوله تعالى لله ما في السماوات وما في الأرض هو سعة ملك الله سعة علم الله قدرة الله كمال الشريعة طبعا سعة ملك الله سبحانه وتعالى إذن كل موضوع كل عنوان فرعي تدل عليه مقطع من الآيات سورة البقرة إذن أول شيء سعة ملك الله بقوله تعالى لله ما في السماوات وما في الأرض يتضح هذا السعة الملك بما يلي تفصيل هذا المقطع أول شيء كل ما في السماوات والأرض لا يخرج عن ملكه سبحانه وتعالى كله تحت ملكه سواء اختيارا أو إجبارا سواء بجماد يسير وفق ناموس الله مثل الكواكب أو بإنسان يسير تحت أمر الله سبحانه وتعالى الاسم الموصول لله ما في السماوات يدل الاسم الموصول ما في قوله لله ما في السماوات وما في الأرض على العموم لله جميع ما في السماوات والأرض العموم ليشمل كل ما في الكون وفي هذا تعظيم لله وطمئنين للإنسان ليعلم أن كل ما في الكون ملك لله تعالى وما يملكه الإنسان هو أمانا ستعود إلى خالقه كلنا لله إنا لله وإنا إليه رؤى الله يدل قوله تعالى في قوله لله ما في السماوات والأرض على أمر يبين عظمته تعالى وأشارته الآية الكريمة أن جميع ما في الكون لله سبحانه وتعالى ويدل على سعة ملك الله سبحانه وتعالى الإسم الموصول قلنا الإسم الموصول يدل على العموم على ماذا يدل الإسم الموصول ما قلنا يدل على العموم الأمم طيب إذن هذه أول مظاهر عظمة الله في هذه الآية لله ما في السماوات وفي الأرض اثنين وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا يحاسبكم به الله إذن الله سبحانه وتعالى يعلم ما فيه داخل النفس معناته الثاني مظاهر عظمة الله في الآية 284 سعة علم الله سبحانه وتعالى كيف يكون ذلك يقول أن الله لا تخفى عليه ظواهر الأعمال والأخوال ولا سرار النفوس ولا دقاق الضمار وأن خفيت وأنه سيحاسبهم عليها يوم القيامة هذا معنى الآية إن الله يعلم السر وأخفى وإن تبدو ما فيه أو تخفوه معناته أن الله يعلم أدق شيء اللي هو داخل النفس طيب صار عندي أنا فيه أمور يحاسب الله عليها الناس فيه أمور لا يحاسب عليها الناس الأمور التي يحاسب الله عليها خلقه الأفعال والأقوال الظاهرة الشيء بتتكلم فيه تفعله الله بيحاسبك عليه ما عقد العزم عليه نويت تعمل شيء حتى لو حال بينه وبين فعلي حائل وكان خارج عن إرادته واحد أراد أن يسرق وصل عند مكان السرقة لقى شرطة امتنى عن السرقة مش أنه خوف من الله لا خوف من العقاب أو من الشرطة هذا يحاسب عليها عند الله لأنه عقد العزم يحاسب على عقد عزمه إذن هذه الأمور يحاسب الله عليه الإنسان فيه للظاهر والباطل وما عقد عليه العزم ونوى يعمله لكن حال حائل غصبت عنه طيب الأمور التي لا يحاسب الله عليها الإنسان ثلاثة أمور واحد إنسان أراد أن يسرق لكن قبل السرقة خاف الله إني أخاف الله استحضر عظمة الله وامتنى عن السرقة هذا لا يحاسب الله عليه إما من تلقاه نفسه أو خوفه من ربي لا يواخذ عليه بل يؤجر عليها عند الله سبحانه وتعالى من نوى أمرا محمودا لكن ما فعله شيء ما فعله الإنسان لكن نوى أمرا نفعون نوى يتصدق وصل عند الفقير ما تنيده ما وجد الفقير هذا يؤجر عليه والنبي يقول من هم بحسنة فلم يعملها كتبه الله وعنده حسنة كاملة من نوى يعمل خير وما عمله الله يزي عليه خير ثلاثة حديث النفس حديث النفس بالأفكار أو بالقول طول ما أنت ما تلفظت ما عزمت عليه فلا يحاسب عليه لقوله صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز عن أمتي ما وسوست به صدورها ما لم تعمل به أو تكلم إذا ما عملت أو تكلمت لا تحاسب عليه لأنه إحنا قلنا الأفعال والأقوال يحاسب عليها أما حديث النفس لا يحاسب عليه إذن أمرين تحاسب عليه الأفعال والأقوال أو من عقد عزم على شيء وامتنع لشيء طارئ أما الشيء حديث النفس أو فعل الخير وما قدرت تعمله أو نويت تعمل شر وعزمت عشر ومندلقاء نفسك أو خوف من الله هذا لا تحسب عليه عند الله سبحانه وتعالى والآية فيها دعوة للمسلم أن يظل ملتزم بأمر الله بعيداً عن غضب مستحياً منه سبحانه وتعالى على ماذا يدل أن تبدو على سعة علم الله سبحانه وتعالى طيب عندي من أسلق الكتاب تظهر سعة علم الله سبحانه وتعالى في قوله لا يكلف الله نفساً إلا وشعها ولا لله ما في السماوات وما في الأرض ولا وإن تبدو ما في أنفسكم أو تخفوه ولا والله على كل شيء قدير وهذه كلها مقاطع الآية الأولى كلها مقاطع الآية الأولى تدل للكل وحدة على جزء من مظاهر عظمة الله طبعاً وإن تبدو ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله إذن الجواب نقول جيم هذا تدل على سعة علم الله أنه يعلم شيء لداخل النفس ما الأمور التي يحاسب الله عليها قلنا للفعال الظاهرة والباطنة أو من عقد عزماً وحال شيء خارج إرادته الأمور التي لا يحاسب عليها الله ثلاثة أمور إذن هذا ثاني مظهر من مظاهر عظمة الله سبحانه وتعالى سعة علم الله سبحانه وتعالى طيب الآن المقطع الثالث ربنا قال فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وهذا المقطع الثالث يدل على عظمة الله سبحانه وتعالى اللي رحمة الله سبحانه وتعالى في عباده رحمة الله رحمة الله سبحانه في عباده ويكون ذلك بأنه سبحانه وتعالى يعفو ويغفر عن الإنسان رحمة ويعذب من اقترف السيات بعدله سبحانه وتعالى يعذب بالعدل لأنه يستحق ويغفر بالرحمة وسعة العفو سبحانه وتعالى في تقديم المغفرة فيغفر قبل التعذيب بيان سعة رحمة الله وأن رحمته تسبق عذابه وكل شيء راجع لمشيئته سبحانه وتعالى إذن ذا بتلاحظ عزيز الطالب أنا في عندي فيغفر أجد قبل ويعذبه لأن الرحمة تسبق العذاب وهي الأصل عند الله سبحانه وتعالى على ماذا يدل تقديم المغفرة على الرحمة؟ قل له بيان سعة رحمة الله سبحانه وتعالى وهذا ما يدل عليه المقطع الثالث لو جبنا سؤال نفس السؤال القبل تظهر سعة رحمة الله سبحانه وتعالى وعدله في آية البقرة 284 يجيب لك أربع مقاطع نقول فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وهذه الأمور إن شاء الله إنها واضحة المقطع الأخير في الآية 284 فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير وهذه تدل على كمال قدرة الله سبحانه وتعالى إذن هذه كلها تدرج في مظاهر عظمة الله في الآية 284 لله ما في السماوات وما في الأرض كيف يكون هذا يقول أنه القادر الذي لا يعجزه شيء ولا يخرج عن سلطانه شيء يدل قوله تعالى على أمر يبين عظمته اللي هو كمال قدرة الله سبحانه وتعالى إذن الآية 284 لله ما في السماوات وما في الأرض موضوح كامل الآية عظمة الله سبحانه وتعالى بيان عظمة الله تتجلى عظمة الله في هذه الآية في أربعة مواضيع فرعية لله ما في السماوات وما في الأرض سعة ملك الله وإن تبدوا ما في أنفسكم سعة علم الله عفوا سعة ملك الله ثم سعة علم الله فيغفر لما يشاء رحمة الله سبحانه وتعالى والله على كل شيء قدير كمال قدرته سبحانه وتعالى إذن هذا الموضوع الأول من موضوعات سورة البقرة خواتيم سورة البقرة 284 إلى 286 من يجي إلى الموضوع الثاني اللي هي من حقاق الإيمان لله ما في السماوات عفوا آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه وال عفوا آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل الآمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا أفرانك ربنا وإليك المصير طيب ما الأمر المهم الذي لا يصح إيمان الإنسان من دونه واجتملت عليه الآية يقول أول شيء وجوب التصديق الجازم بأركان الإيمان جميعا أركان الإيمان لابد أن الإيمان بها ستة أركان للإيمان رح نلاقي الآية ذكرت أربع أركان للإيمان وفي رقم خامس ذكرته تلميحا وليس تصريحا أستبعي نشوفه يخذهم واحدة وآلا آمن الرسول الأركان التي ذكرت في الآية واحد الإيمان بالله سبحانه وتعالى كل الآمن بالله وملائكته وكتبه ورسله هذه أربعة أركان للإيمان ذكرت في هذه الآية ما يقول أركان ذكرت في آيات ثانية وبعضها ذكرت في الحديث مثل القدر خيره وشره لكن أنا بهمني الآية أركان الإيمان التي ذكرت ويجب الإيمان بها والتصديق بها أربع أركان واحد الإيمان بالله تعالى ومعناه الاعتقاد الجازم أنه سبحانه المستحق للعبادة الذي لا إله غيره وهذا أول أركان الإيمان إذا لو سألنا سؤال ما هو أول أركان الإيمان؟ الإيمان بالله سبحانه وتعالى ما هو أهم أركان الإيمان؟ الإيمان بالله سبحانه وتعالى أول ركل مذكور في آيات صورة البقرة هو كل الآمنة بالله بالتفقين؟ إن شاء الله بالتفقين وإذا بتلاحظ عزيزي الطالب أن الإيمان في الأركان الأربعة يبدأ بالاعتقاد الجازم الاعتقاد الجازم الاعتقاد الجزء الإيمان بالله الاعتقاد الجازم سبحانه مستحق الإيمان بالرسل الاعتقاد الجازم أن الملائكة عباد لله الإيمان بكتب الله الاعتقاد الجازم أن الله أنزل الكتب الإيمان بالرسل الاعتقاد الجازم أن الله بعث في كل يومة الرسول إذن الإيمان هو الاعتقاد الجازم الأول شيء الإيمان بالله أول أركان الإيمان ثم كل آمن بالله وملائكته والملائكة معنا الملائكة الاعتقاد الجازم أن الملائكة عباد لله يطيعونه وليعصونه ومن معتقلات أهل الجهلية أن الملائكة بنات الله وغير ذلك من المعتقدات الباطلة إذن أهل السنة المسلمون يعتقدون أن الملائكة عباد خلقاهم الله من نور لا يعصون الله ما أمرتهم ويفعلون ما يؤمرون ويجب الإمام بهم غيب كل أركان الإمام غيب كل الأمن بالله وملائكته وكتبه الإمام بالكتب لاعتقاد الجازم أن الله أنزل كتباً على رسله وفيها قيم ومبادئة تحقق السعادة في الدنيا والآخرة نعرف مجموعة منها مثل القرآن والزبور والإنجيل والتوراة وصحة إبراهيم وموسى الإمام بالرسل الله كل الأمن بالله وملائكته وكتبه ورسله الاعتقاد الجازم أن الله بعث في كل أم الرسول يدعوهم إلى العبادة الله وأنهم أفضل البشر وأن سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين عليه وعليهم الصلاة والسلام إذن هذا أول شيء وجوب التصديق الجازم بأركان الإمام لله ما في السماوات وما في الأرض نقول ولا يحصل الإمام العبد إلا بالإمام بهم جميعاً طيب آمن الرسول بما أنزل إليه من ربي والمؤمنون عطف المؤمنون على الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر إيمان المؤمنين مع إيمان رسول زيادة في التكريم زيادة في التكريم المؤمنين وثناء عليهم إذن النبي مكرم عند الله عطف المؤمنين عليه في الآية في زيادة الثناء على هؤلاء المؤمنين إذن أول شيء من آيات صورة البقرة 285 آمن الرسول يونزل إليه لعنوان من حقاق الإيمان أول شيء وجوب الإيمان بأركان الإيمان ثانياً عدم التفريق بين الرسل لا نفرق بين أحد منهم لا نفرق بين أحد من رسله إذن عدم التفريق بين رسل الله جميعاً فهم أكرم خلقه وهم جميعاً رسل الله لا نفرق بين أحد من رسله أما أهمية رسالة سيدنا محمد فهي امتدال للرسالات السابقة وخاتم له وفي الآية ثناء على المؤمنين لأنهم ليسوا كبعض أصحاب الديانات الذين يؤمنون ببعض الرسل ويكفرون ببعض اتباعاً لأهوائهم إذن من أركان الإيمان عندنا أن نؤمن بجميع الرسل وبجميع الكتب وبجبيع الملائكة حتى نكون من المؤمنين وهذا يعطينا العنوان الثاني من مظاهر من حقاق الإيمان في الآية 285 ثالث شيء من حقاق الإيمان في الآية 285 الاستسلام لأمر الله سبحانه وتعالى وهذا يؤكده قوله تعالى وقالوا سمعنا وأطعنا إذن نحن تحت أمر الله السمع والطعا لأن إيمان تصديق وإقرار وخضوع يتبعه عمل ليكون دليلاً على صدق الإيمان على ماذا يدل قوله تعالى وقالوا سمعنا وأطعنا يدل على الاستسلام لأمر الله سبحانه وتعالى وأنه يجب على المسلم أن يسارع إلى التزام أمر الله واشتناء بالنواهي ومن واجب المسلم أن يسارع إلى طلب المغفرة من كل ذنب ويدل عليه قوله تعالى غفرانك ربنا وإليك المصير كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والله إني لا أستغفر في اليوم أكثر من سبعين مرة إذن وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا آخر شيء من مظاهر الإيمان في آية 285 ختام الآية غفرانك ربنا وإليك المصير الإيمان الجازم باليوم الآخر إذن عندي أربع أركان في الإيمان ظاهرة آمن الرسول بما أنزليه من ربيه والمؤمنون كل الأمن بالله وملائكته وكتبه ورسله الركن الخامس هو قوله تعالى وإليك المصير والمصير معناها الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى والرجوع يكون في يوم الآخر وهذا الركن الخامس من أركان الإيمان الإيمان الجازم باليوم الآخر الاعتقاد الجازم أن المسلم سيبعث بعد الموت ويحاسب على عمله ويدل عليه قوله تعالى وإليك المصير طبعا الآية فيها مدح للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لماذا؟ أفوا لاستجابتهم لأمر الله وطاعته وطلب المغفرة هيك بنكون أنهينا ما يتعلق في حقاق الإيمان في الآية الثانية عندي مجموعة أسئلة سواء أسئلة استنتاجية أو من أسئلة الكتاب من أسئلة الكتاب أذكر ثلاثة من حقاق الإيمان الإيمان بأركان الإيمان الإيمان باليوم الآخر الاستسلام لأمر الله سبحانه وتعالى عدم التفريق بين رسول الله سبحانه وتعالى ما هو أول أركان الإيمان؟ قلنا الإيمان بالله سبحانه وتعالى بين معتقل أهل الجاهلية بالملائكة كان يعتقدوا وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمنين إناثا أشاهدوا خلقهم؟ هذا كان معتقدهم نعتقد أنها بالأكد كيف يتحقق الإيمان بالأنبياء طبعا كل الآمن بالله وملائكته وكتبه ورسله الإيمان بهم جميعا بدون التفريق بين أحد من هؤلاء الرسل عدم التفريق بين رسل الله في وجوب الإيمان بهم جميعا لا يكون الإيمان إيمانا حتى نؤمن بالرسل جميعا على صفة واحدة وعلى طريقة واحدة باعتقاد جازب أنهم خير البشر وأن الله بعثهم لإخراج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم ما علاقة سيدنا ورسالة سيدنا محمد بالأنبياء طبعا هي امتداد لرسالة الأنبياء كل الآمن بالله وملائكته وكتبه ورسله سيدنا محمد أول المؤمنين وآخر المرسلين في الآية ثناء على المسلمين لأنهم لا يفرقون بين أحد من رسل الله ولا كتب الله سبحانه وتعالى يجب أن يتبع الإيمان عمل ترجمة للإيمان يجب أن يتبعهم عمل ماذا لا تقولوا تعالى وقالوا سمعنا وأطعنا أن المسلم يرجع إلى الله في طلب المغفرة والاستسلام لأمر الله سبحانه وتعالى استدل بالآيات الكريمة من سورة البقرة على تصديق المؤمنين باليوم الآخر وقالوا سمعنا وأطعنا أغفرانك ربنا وإليك المصير كلمة إليك المصير هي الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى علل في الآية مدح للنبي صلى الله عليه وسلم وأتباعه لاستجابتهم لأمر الله وطاعته وطلب المغفرة هيك نحن نكون أنهينا الآية الثانية التي هي من حقاق الإيمان آمن الرسول بأنزل إليه من ربه والمؤمنون الآن بظل عندي الآية الثالثة لا يكلف الله نفسا إلا وسعها بعض مبادئ الشريعة التي ذكرت في ثلاثة هذه الآية لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤخذنا إن نسينا واخطانا ربنا ولا تحمل علينا أسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما نطاقة لنا به وعفو عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين يا رب العالمين إذن مبادئ الشريعة تناولت هذه الآية مبدأين من مبادئ الشريعة أول مبدأ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها يسر الشريعة وسهولة الشريعة في قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها الله لا يطلب منك من التكاليف الشرعية إلا ما يتحمله جسمك وبدنك وعقلك وقلبك إذن يسر الشريعة وسهودتها في هذه الآية لا يكلف الله نفسا إلا وسعها يتضح ذلك بعدة أمور واحد يستطيع الإنسان العمل بها دون مشقة وعناء استطيع أن أعمل بقدر طاقتي الله سبحانه وتعالى بعده لا يكلف الإنسان ما لا يستطيع القيام به شيء ما تقدر عليه الله لا يكلفك به كل أوامر الله تقع ضمن قدرة الإنسان وطاقته إذن كل الأوامر التي أمرك الله بها تستطيع أن تعملها سواء بالعبادة بالزكاة بالحج بالصيام كلها تحت مقدرة الإنسان وإذا صار إنسان عنده ضرب خاص الله يسامحه مثل المريض الذي لا يستطيع أن يصوم أو المسافر الذي لا يستطيع أن يصل الصلاة على وقتها صار عنده فيه تخفيف شرعية إن كان في التكاليف شرعية زيادة مشقة على الإنسان فتشرع الرخص له كجواز الفطر في رمضان المريض والمسافر إنسان مريض لا يستطيع أن يصوم يفطر ويقضي في أيام أخرى إنسان مريض لا يستطيع أن يقضي هرم مريض مرض مزمن يخرج كفار عن كل يوم إنسان مسافر لا يستطيع أن يقضي في كل محطة ويصلي يجمع ويقضر الصلوات تخفيفا من الشريعة على الإنسان طيب سؤال من أسلت الوزارة هذا أول سؤال من أسلت الوزارة من مبادئ الشريعة الإسلامية التي جاءت في آخر آية من سورة البقرة آخر آية لا يكلف الله نفساً لا وسعى لآية 286 من مبادئ الشريعة الاستسلام لأمر الله ولا سهولة أحكام الشريعة ولا عدم التفريق بين الرسل ولا الإيمان الجازب في اليوم الآخر الاستسلام لأمر الشريعة وقالوا سمعنا وأطعنا هذا الاستسلام سهولة أحكام الشريعة لا يكلف الله نفساً إلا وسعها عدم التفريق بين الرسل الله لا نفرق بين أحداً من رسله الإيمان الجازب في اليوم الآخر وإليك المصير إذن أي مقطع يكون في الآية الأخيرة يقول يكون في المقطع الأخيرة اللي هو سهولة أحكام الشريعة الجواب با سهولة ويسر أحكام الشريعة ممكن يجي لسؤال بدل سهولة أحكام الشريعة يجي لسؤال يسر أحكام الشريعة إذن هذا صحيح وهذا صحيح وإن شاء الله إذا أمورنا هيك جيد إذن هذا أول مبدأ من مبادئ الشريعة يسر وسهولة أحكام الشريعة وتظهر بأن الأحكام كلها تأتي بطاقة الإنسان ومسهلة وإذا صار في مشقة هناك رخص ثاني مبدأ من مبادئ الشريعة أن الإنسان مسؤول عن عمله لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت الكسب والاكتساب كله يقع على مسؤولية الإنسان ما تعمل أنت تجاز به وما تقول أنت تجاز به وما تؤديه أنت تحاسب له الحساب لك أو عليه لها ما كسبت وعليه الحساب يتضح ذلك بما يلي أن الإنسان محاسب على أعماله وما كلف به فقط وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى لا تحاسب عن غيرك كل إنسان يحاسب عن نفسه التعبير بلها ما كسبت من جانب الحسنات وفيه دلالة على أن المسلم كما اعتاد الطاعة ومارسها ساهل عليه أداؤها هذا يدل على سهولة الطاعة لها وأن الشيء مكتسب له وعليها جانب السيئات يدل على ثقة للسيئة على صحبها وليجب الحذر منها إذن لها وكأنه شيء ملكية عليها وكأنه حمل زايد عليها وكأنك حملت على الإنسان هذه الأوزارة وهذه السيئات لها وكأنه من جانب المدح وعليها في جانب الذب علن دعت الآية الكريمة المؤمنين أن يتوجهوا لله سبحانه وتعالى لماذا؟ لكي يعفوا عنهم ويتجاوز عن سيئاتهم إن خالفوا أمره نسيانا أو جهلا أو تقصيرا لأن الله سبحانه وتعالى لا يحاسب على المعصية إن كانت سهوا أو خطا وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعى يدل أن الله سبحانه وتعالى حريص على المؤمنين ألا يقعوا فيما يغضبهم ربنا لا تؤخذنا إن نسينا واخطانا هيدل عليه بهذا المقطع ربنا لا تؤخذنا إن نسينا واخطانا وهذا بنسألك الكتاب سبب توجه المسلم بهذا الدعاء ربنا لا تؤخذنا إن نسينا واخطانا نقول أن المؤمنين حريصين ألا يقعوا عمدا في الأخطاء ممكن يقعوا فيها سهوا أو بدون قصد دعت الآية للمؤمنين أن يتضرعوا إلى ربهم ألا يشق عليهم بتكريف ثقيلة يعجزوا عنها كالأمم السابقة إذ حرم عليهم بعض الطيبات وهذه يدل عليه قوله سبحانه وتعالى ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به آخر مقطع في الآية فاعفو عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين نقول ختمة الآية الكريمة لأربعة دعاوي أربعة دعوات هي أعفو عنا واغفر لنا وارحمنا وانصرنا على القوم الكافرين ما هي الدعاوي الأربعة التي ختمت بها آيات سورة البقرة أول شيء العفو فاعفو عنا أي معنى العفو تجاوز عن الذنب وترك المعاقب عليه قال صلى الله عليه وسلم اللهم إنك عفو من تحب العفو فاعفو عني والطلب الثاني من الدعاء في أو خواتيم سورة البقرة واغفر لنا المغفرة أي الستر والمسامحة وإسقاط الذنب ومحوه ثم الرحمة ومعنى الرحمة طلب الرحمة يجمع بين العفو والمغفرة مع الإحسان والتفضل من الله سبحانه على العبد وإنعامه عليه في الدنيا وعدم معاقبته في الآخرة آخر شيء النصر على الكافرين طلب النصر قوله تعالى فانصرنا على القوم الكافرين أي الغلب على الأعداء المحتدين لما في ذلك من عزة الإسلام والمسلمين في أسئلة التوجيه اللي قبل أكم يوم السؤال الثاني كان ختمة الآي الكريمة لا يكلف الله نفسا إلا وسعها بأربع الدعوات هي طلب المغفرة والرحمة والنصر والعفو ولا المغفرة والنصر ودخول الجنة والعفو أو المغفرة والرحمة والعفو ودخول الجنة أو الرزق والعفو والرحمة والنصر طبعاً اللي فيهم دخول الجنة منستثنيهم ما في دخول الجنة فاعفو عنا واغفر لنا وارحمنا وانصرنا على القوم الكافرين إذن العفو والمغفرة والرحمة والنصر إذن هاي آية فيها عن الرزق وهذا الرزق مش مطلوب إذن يكون الجواب ألف واعفو عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين طبعاً الطلب غير مرتب لأنني أنا بهمني أربعة دعاوي واحد اثنين ثلاث أربعة أنت مولانا فاعفو عنا واغفر لنا وارحمنا وانصرنا على القوم الكافرين إذن هاي المقطع من مقاطع التوجيه الجديد كيف طريقة السؤال إنه المقطع فيه عدة قضايا إذن عندي ثلاث مواضيع في أياس سورة البقرة كل موضوع فيه مواضيع فرعية الآية الأخيرة فيها مبدئين من بادي الشريعة وختمت بأربعة دعاوي خلينا دائماً نعمل استذكار للي بنقرأه أول لكن قبل ما ننهي بعد الدعاوي الأربعة أنت مولانا فانصرنا على ماذا يدول قوله تعالى أنت مولانا في اعتراف منهم من المؤمنين طبعاً بفضل الله عليهم وأنه سبحانه يتولى أمورهم المولى السيد والرئيس الذي يتولى الأمور سبحانه وتعالى ربنا لا تأخذنا ربنا ولا تحمل تكرار لفظ ربنا لماذا يتكرر لفظ ربنا وفيه أدب من أداب الدعاء فيه إشارة إلى بعض أداب الدعاء التذلل لله سبحانه وتعالى والرغبة الشريلة في الاستجابة والإلحاح في الدعاء إذن تكرار كلمة ربنا أكثر شيء تدل على التذلل والإلحاح التذلل والإلحاح اذكر اثنين من أسئلة الكتاب اذكر اثنين من أداب الدعاء وسبب تكرار ربنا اثنين من أداب الدعاء وسبب تكرار لفظ ربنا واحد التذلل لله اثنين الرغبة الشريلة في الاستجابة ثلاثة الإلحاح هذول ثلاثة أداب من أداب الدعاء والتكرار يدل على الإلحاع في الطلب وورد عن حديث الرسول عليه الصلاة والسلام إن الله يحب العبده اللحوح اللي بيكرر الكلام يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يغفر لنا وينصر إخواننا إن شاء الله رب العالمين طيب ما هو أثر الدعاء في حياة الإنسان الدعاء له أثر عظيم في طمانينة القلب وانشراح الصدر والشعور بالراحة والرسول عليه الصلاة والسلام يقول الدعاء هو العبادة والله سبحانه وتعالى يقول في آية أخرى وقال ربكم دعوني أستجب لكم وفيه دلالة على عميق الإيمان وفي الدعاء يذهب الهم والغم وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني عبدك هو ابن عبدك وآخر شيء فجعل القرآن ربيع قلبي وجلاء همي وغمي إذن الدعاء يذهب الهم والغم طيب هيك إحنا بنكون أنهينا شرح آيات سورة البقرة النهايات سورة البقرة عفوا لله ما في السماوات وما في الأرض عظمة الله سبحانه وتعالى من مبادئ الإيمان وآخر شيء من مبادئ الشريعة الإسلامية عظمة الله تجلت في أربعة مواضيع حقاق الإيمان كمان أربعة مواضيع من حقاق أحكام الشريعة ومبادئ الشريعة مبدئين من مبادئ الشريعة بظل عندي آخر شيء سبب نزول هذه الآيات لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لما أنزل الله سبحانه وتعالى لله ما في السماوات وما في الأرض لما أنزل الآية الأولى وأن تبدو ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله هذا كان ثقيل على بعض الصحابة جاءوا للنبي وقال للرسول الله كلفنا من الأعمال ما نطيق وقد أنزل الله علينا هذه ولا نطيقه صعب أني أنا ما أفكرش شيء داخل نفسي لما أتكلم به وأعمل به الله يحاسبنا عليه فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم سمعنا وعصينا بل قولوا سمعنا وأطعنا كفرانك ربنا وإليك المصير علمهم من هذه الآية فأنزلت قرآن عليه صلى الله عليه وسلم فلما أقر القوم وذلت بها ألسنتهم أنزل الله سبحانه وتعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحدهم ورسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير كما علمه النبي صلى الله عليه وسلم صار قرآنا وصارت جزء من الآية هذا ما يتعلق في آيات صورة البقرة علل أحكام الشريعة سهلة ومسرة وهي يدل عليه وقطع الأخير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها خففت على الشريعة على الإنسان مع مثال مثل رخص السفر أو المرض دلالة لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت لها في جانب الحسنات وعليها في جانب السيئات دعت الآية الأخيرة أن يتوجهوا إلى الله بالدعاء علل لماذا؟ لأن المسلم يتذلل إلى الله سبحانه وتعالى لا يحاسب المؤمن إذا فعله يدل على سعة رحمة الله سبحانه وتعالى ما دلالة قوله تعالى ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا فيه مدح للمؤمنين أنهم استجاوبوا لله وطلبوا من الله أن لا يحملهم كما حمم الأمم السابقة واستدل عدم تكليف بما شق عليهم ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ما لا نستطيع عليه استدل بالآية الكريمة على توجه المؤمنين بطلب التجاوز وعفو عنا واغفر لنا لفظ قرآني عني به طلب الإحسان من الله الإحسان وعفو عنا ول أنت مولانا واغفر لنا ولا وارحمنا طلب الإحسان إذا بتلاحظ عزيزي الطالب في المعاني الأربع التي ختمت بها آيات صورة البقرة هناك طلب للإحسان طلب الإحسان الذي هو وارحمنا أرحمنا طلب الرحمة مع الإحسان طلب الرحمة مع الإحسان إذن طلب الرحمة مع الإحسان قد جاءت السؤال آيات تدل على الإحسان أو تطل على الرحمة نفس الآية وارحمنا إذن لو جينا على السؤال وهذا من أسرة الكتاب يعني سؤال مهم ويستنتاج من آخر شيء لفظ قرآني الذي يعني به الطلب الإحسان من الله وتفضله على العبد قلنا وارحمنا وارحمنا إذن هذا المقطع يدل على الإحسان أبين الفائدة من قول المؤمنين أن تمولانا تذللهم لربهم سبحانه وتعالى التكرار يدل على أدب من أداب من أداب من أداب الدعاء هيك إحنا نكون أنهينا آيات صورة البقرة خواتيم صورة البقرة ثلاث آيات في خواتيم صورة البقرة فيها ثلاث مواضيع كل مواضيع فيه مواضيع فرعية هيك بنكون أنهينا الدرس فصلنا الدرس إن شاء الله إحنا معكم مع درس جاي إن شاء الله نراكم بخير وعلى خير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته